بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 5 بنتكلم على ال direct design method وقلنا دي بنستخدمها امتى لما يبقى اللي سبانز اللي عندي بين الكولامز متساوية والload uniformly distributed على الاسلاب اللي عندي طبعا هنا في البلاطة دي اصلا بنقسم السقف عندي لمجموعة من ال strips سواء كانت في الاتجاه long او في الاتجاه short طب احنا عندنا هنا مجموعة من limitations علشان اقدر استخدم direct design method رقم واحد minimum of three continuous spans in each direction يعني اقل بلاطة او اقل سقف اقدر اشتغل عليه لما يبقى عندي ثلاثة spans هنا وبرضو ثلاثة spans في الاتجاه القصير يعني اقل سقف نقدر نشتغل عليه اللي هو ثلاثة في ثلاثة panels اللي هما ثلاثة في الاتجاه long وثلاثة في الاتجاه short number two rectangular panels with long span على short span اقل من او يساوي اتنين يعني ال L1 وده ال L2 نسبة ال L1 على ال L2 اقل من او يساوي اتنين number three successive span in each direction shall not differ by more than tilt the longer span يعني الفرق في اللي span المتتالية ما يزدش عن التلت ده الفرق number four columns may be offset from the basic rectangular grid of the building by up to 10% او 1 من 10 times the span parallel to the offset يعني ممكن الكولم زي ما احنا شايفينه اهو مش على center line لا فيه shift المهم الشفت دوت ما يزدش عن 10% من الاسبان الموازي ليه نكمل مع بعض number five all loads must be due to gravity only يعني لما يبقى عندي اللود ان هو نتيجة ال dead way alive اللي هي اللي بنسميها the gravity loads lateral loads frames لو انا عندي في الحالة ديت مش هينفع نشتغل على الطريقة اللي هي بتاعت direct design method number six surface unfactored life load or life load aqall من او يساوي اتنين surface dead load if a life load aqall من او يساوي اتنين dead load number seven for banners with beams between supports on all sides relative stiffness of the beam in the two perpendicular direction اللي هي alpha في L2 square على alpha 2 في L1 square دي اللي بنسميها النسبة بتاعت the stiffness او relative stiffness shall not be less than 2 من 10 no greater than 5 يبقى في الحالة ديت النسبة نقط للز يعني 2 من 10 ومش اكبر من 5 شديد سيطر بالسوط